30 دول بيردوا على بعضه أخيرا في تطور في الحد المادية عند الحوت الشهر ده عجلة الحظ المتعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا وقفة 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 بإذن الله بإذن الله يا رب ادعوا معي كده بإذن الله حتمشي العجلة حقدور وحتلاقوا ان في تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير ان شاء الله تايسير في أمورك يا حوت بإذن الله الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الأولى والتانية الحوت هنا قاعد بيفكر بعقله وقاعد بيقيم علاقة وأنا حسنه هو متراقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا ووصل الموضوع لحد التربص معلش بطور مادي بطيء في المرحلة الأولى يعني في أول الشهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية بإيه اللي انت محتاج وإيه اللي ممكن تستغل عنه الحوت إما بيمر فيه إما علاقة صلاثية أو احتفال وكل ما هيطلع على الكارت ده معلش مضطرة أن انا أقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة إن في علاقة إن شركها في علاقة تانية أو في خيانة مع حدا تاني أرجوكي ما تسمعيش القراءة دي خلص أديدني بقول ونضام تسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي وفيه صبر وانتظار الحوت قاعد صابر ومستني يشوف إيه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي فيه خير جايلك كتير يا حوت انت كنت مستنيين متأخر عليك حاجة انت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصلك المرضود بتاعها هيبتدي يوصلك دلوقتي أو خير عملته في حد زي ما قلت لك إن شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحوت الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد الناس اللي بتشتغل إما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة أو هيغيروا جوة شغلهم هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشغل بس في تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات هنا بقى في تطور مدي إن شاء الله للبرج الحوت في حالة مادية بتتطور بإذن الله وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا آه أنا يعني في ده دي الغموض دي الغموض في حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحوت هتتكشف له هيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة هتباني يعني سر بيتعرف للحوت آآ هنا في قيادة شوية برضو بالحوت في مدانة العمل إن هات العلاقة السلسية دي ده سؤال كويس طيب حنشوف آآ عنده قيادة في العمل ماشي بمبدأ آآ يعني القوة مع اللين في نفس الوقت وفي شخص قدامك يحوت بيحميك وقف يعني وقف لك حارس القطة دي بس أنا دايما بشوفوا ان القطة دي أم يعني الأمهاتكو وقفلكو حارس إنه مفيش حاجة تأذيكو أو حاجة تدركو هلخص القراءة بسرعة في تطور في عجلة حظ بالدور بإسم الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا في خير جاي لك يا حوت آآ حاجة أنت كنت مستنيها بقلك فترة إن شاء الله هتجي لك دلوقتي آآ في تغير في العمل العمل بيتغير إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل أو آآ بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة أو بتغير دي بورتمنت وفي تطور في الحالة المادية وحالة أماني الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع آآ ماشي بسياسة آآ القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاتنين مع بعض عمل ميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحميك آآ فيه سر هينكشف للحوت الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وعمال بيعايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش مش شايفه كده وخلاص العمل يحللو يعني داخل جوه كده بيحللو زي ما قلنا في أول الشهر التطور المادي كان بطيء شوية إن شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول إيه آآ في طاول المادي والحمد لله أحمدك يا رب فنحاول إن احنا إيه نزبط مصروفنا شوية زي ما قلنا آآ علاقة سلسية أو احتفال الحوت بيمر بعلاقة سلسية أو بيحتفل بشيء وشايفة هنا صبر وتضحية وانتظار آآ هي مقارنة باللي فات يعني مش قد كده بس هيقريها برضو حلوة جدا 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 وجد ساناتي بهجة وانتين جواية توقع جواية الحمد لله يا باسم أشكرك جدا جدا أوكي كده احنا فضل لنا بسم بالله صح أشكرك يا عبد الحقيق مرسي مرسي آآ هنشوف بقى إيه الحل العاطفية بتاعت المرحلة تالتة أخبارها إيه ونبقى كده خلصت بورج الحوت الحمد لله فلا حد هيعرف سر عام الحوت أنا شايفة إن الحوت اللي هيعرف سر يعني أنا ميلة لده أكتر جدا في حياتنا بقيت جزءين في حياتنا الله يا مريم يا حيببتي وانتوا على فكرة كمان مش أنا بس يعني انتوا كمان جزء بير من حياتي خلاص دلوقتي انتوا مينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد ما شاء الله عني كيف هنكلمك صحيح بشكرك يا توقو قوي قوي ربنا ان شاء الله يعني آآ ما يحرم ناش من بعض أبدا 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 وحركة فيسبوك دي ما تكررش تاني لا موزارت ده كده هنتخض أوكي ألف قبلة ميني باشكرك يا رضا جدا ليه يا تطمى ماري بحضر ليكي ماي بنوراني يا حبيبة قلبي نورتي اللايف نورتي اللايف يارب يكون عجبك الناس الجديد يا جماعة اللي عجبهم اللايف دوسوا فالو للصفحة لايكوا فالو عشان تشوفوا التصويتات احنا بنصوت لكل برج وتشوفوا اللايفز اللي جاية ما تفوتهوش ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايف طيب يلا نشوف الحالة العطفية للمجموعة التالتة والاخيرة لبرج الحوت الحوت عايز ايه الحوت عايز الصورة دي للعيدة صورة سعيدة ابو ام متربتين وحبين بعض وبي بيراهوا بعض واطفال بتلعب وحاجة يعني عايز الصورة دي المدينة الفاضلة اللا هو عايش فيها دي وبيعمل على الموضوع ده بيعمل ان هو الصورة دي تبقى تتحقق بالفعل عايز برضو قوة اكتر عايز يكون اكتر صلابة عايز يكون اكتر صلابة واكتر قوة الحوت برضو يا جماعة يعني حنايم قوي يعني عنده لين جدا فعايز يكون اقوى شوية يكون جامد يعني انا مثلا ببقى ضعيفة قدام ولادي سعيد بضعف قدامه يبقى عايز اقول ادمادي شوية انشافي شوية هو ده بالضبط اللي انا عايز اوصله الحوت شايف شريكو ازاي شايفو بيتطور ماديا شايفو بيتطور وشايفو لامن العيلة حواليه اهو تطور مادي ولمن عيلته حواليه برضو نفس الموضوع ماشيين في نفس السكة مع بعض الطاقة الطاقة فيها تهنئة الناس عمالة تهني تهنيكو اما على نجاح على علاقة نجحة او على شغل ناجح في حالة تهنئة والناس بتهنيكو الشريك عايز ايه الشريك نفسه الشريك تعب واضح انه فيه تعم جديد شديد عند الشريك هنا محتاج روحانيات اكتر حياته بقت مليانة حاجات حاجات مادية كونكريت كده يعني حاجة صلبة عايز حاجة اكثر هدوء واكثر روحانية ونفسه يرتاح عايز ينام محتاج ينام محتاج يرتاح ممكن يكون كمان تعبان جسديا شايفك ازاي شايفك ناجح شايفك ناجح وشايفك ناجح في كل حاجة اكتمال دائرة مكمل عامل كل حاجة بسم الله ماشاء الله مجموعة اه لأ حاجة حلوى قوي 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 الطاق دلوقتي حب غير مشروط فيه مولود لللي عايزين موليد وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم فيه حالة حب غير مشروط حاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا. هنا في حالة من كده عقوية ما لمفكرش قبل ما نتكلم نتكلموا براحتكو. مغامرة وشكل في سفر. كمان. مش شارك تكون سفرية شغل او حاجة. لا ممكن يكون في سفر لمجرد السفر. وحنا ندخلين على اجازات بالوقتي. اجازات نص السنة. في مناسبة. يلا بقى اخدوا بريك. ونطلع بقى نسفر في مكان. دي قرية حلوة قوي 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 للكوت. بسم الله ما شاء الله. القرية دي يعني مش عفى حاسة انها هلاقي على المجموعات التانية اكتر. سبحان الله. يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا. ما حدش يسمع المجموعات. احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف. انما مش شرط كلهم حوت. كل المجموعات حوت. انت هتسمع وهتشوف اكتر مجموعة مشي معك ايه. ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك. خالص. الحوت عايز صورة العيلة السعيدة. الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا. ابوا اموا مطربتين وحبين بعض. عايز يكون اكتر قوة واكتر صلابة. اه شايف شريكو بيتطور ماديا. الشريك محتاجش اكتر هدوء. وحياة اقل صخب واقل واكتر هدوء. محتاج يرتاح شوية لان جسمانيا تعبان. اه الشريك شايفت يحوت ناجح. وبتقوم بدور كويس جدا. اه مكمل مهمتك على اتمى الوجه. الطاقة ما بينكم فيها اه اه علو شأنه فيها اه مباركات ناس بتبريك لكم. في هنا اه اه برضو الجنسية عندكم كويسة جدا. نشطة جدا. وحب غير مشروط. وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة. بكارت جميل جدا. اه في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك بن شريكك يا حوت. وان شاء الله كمان باين انه فيه سفر او تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت. اه ماشاء الله ريا جميلة جميلة للحوت. الحمد الله ختموها مسك ديسمبر. الحمد لله وان شاء الله يا رب تزبط الاريات. اه علي تفضل اهلا بيك. تفضل ايه سؤالك? طيب احنا دلوقتي هنقول الخراءة الخاصة اللي كسبت معنا النهاردة. اه اوكي. تمام هي كمان بعتتلي. خلص تمام. يلا حبيبتي تعايي. اه ريخ ميم. ريخ الميلاد واحد ثمانية. ده انتي اسد? اسد. اه. فين بقت السؤال? اه انتي عايز تفايد. تمام. ماشي حلو اه. اوكي. 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 بس دي اقفنت. اه شرين انا بقرأ كل يوم او يوم لا بعمل لايف ستريم. وكل لايف بقول في اه برج واحد بس. والاختيار بيتم عن طريق التصويت. فاحنا النهاردة معنا برج الحقوط لانه كسب في التصويت. ان شاء الله هنقول قصد قرأة جدا جدا جدا. اوكي. ماغي بيك. است حاجاتنا للمساحي 1 يمساكي 2 بوضع انشاء انشاء طيب هو معلش ممكن بس تسأليها او انا هسألها قولي لي حبيبتي ردي علي بقف الرسائل انت معنا على اللعب هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينك الدنيا مش تمامي يعني هبتضي القراية انت عايزة ايه انت عايزة بيبرز جديد عايزة حالة مادية يكون فيها تطور اكتر من كده زي ما قولنا الكارتة ده اما انت عايزة تعملي حاجة معينة والفلوس معاك مش مكافية او معاك فلوس مش عارفة تعملي بيها ايه تصري فيها ولا تسبني شوية بس واضح ان الحالة المالية عندك عاملالك شوية ايه زعزاعة كده شايفه شريكك ازاي شايف شخص طموح شايف شخص زكي بيعرف بيعرف يتصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية اتقعي ما بينك موقف صعب او زواياك او موقف صعب او زواياك شكرا